الرب يبارككم ويحفظكم أخواني وخواتي تعيشون حياة مالية بالمحبة وبالسلام الأبدي تابعوا برامجنا ومحاضراتنا أيضا في البتشوت الرابط في الأسفل تابعونا اليوم الأحد من منصة الزوم الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة نناقش أسئلة المتابعين حول الانتحار بعض الأشخاص يسألون عن موضوع الانتحار في موضوع الانتحار نقول هذا خطأ كبير جدا لا تبيع حياتك للوهم أعرف أن الكون فيه فرص عظيمة لك الله يحبك الله فيك إذا تنتحر إلى أين تريد أن تذهب الله في كل مكان الانتحار فكر يشير إلى عدم قناعة الإنسان بظروفه وعدم استطاعته أن يرى أن المحطة الأرضية مرتبطة جدا جدا بالمحطات القادمة الأرض إذا لم تعيش سعيدا بها وتقرر الانتحار فالمحطة القادمة لا تحمل أي تغير المحطات الكونية كلها مرتبطة بعضها مع البعض الآخر بل شعوبنا على الأرض عوائلنا أهالينا جيرانك وجيراني كلنا مرتبطين واحد مع الثاني لا تعتقد أنت مفصول من جيرانك ومن شعوب الأرض الكل يتشارك في الإيجابية والسلبية معا الانتحار وعي ارتباطي بمعنى أن هناك ناس أيضا يفكرون بالانتحار وفكرة انتحارهم تصلك وكذلك السعادة هي وعي ارتباطي أيضا الحب وعي ارتباطي بعد الانتحار فالشخص يتجول في مدن بترددات أثيرية جسم أثيري ضيق التردد وحياة ضيقة ويلتقي بمجاميع من المنتحرين يعيشون ترددات ضيقة أيضا وكلهم لديهم مشاعر الندم بسبب هذا القرار ففي هذه المدن تجد فيه ناس أقصد الأشخاص المنتحرين يعيشون الضيق في الحياة وينتظرون الخلاص من هذا التردد الذي وقعوا فيه بعد الانتحار فالشخص يود أن يرجع لجسمه يشتهي الأرض يشتهي أن يتمشى وأن يتناول الطعام وأن يضحك وأن يتكلم مع أصدقائه أو قاربه ويجرب مرة مرتين يرجع لجسمه ولكن يجد نفسه يدخل في الجسم الذي تخلص منه لكنه يتفاجأ أنه يخرج من الجسم يود أن يقوم بإحياء جسمه أي تحريك جسمه مرة أخرى لكنه لا يستطيع يرى جسمه خامد وهو يشعر بالندم على هذا القرار يشعر أنه أخطأ في اتخاذه لهذا القرار يريد أن يرجع ليعيش الحياة التي كان يعيشها على الأرض يود أن يتنفس الهواء عندما كان بجسمه على الأرض ويرغب بتناول الطعام الذي كان يتناوله لكنه لا يستطيع بمعنى يتحسف أي بمعنى شعور الأسى والندم على هذا القرار ويود لو يرجع به الزمن لكي يقوم بتعديل أو تغيير القرار يلوم نفسه كثيرا كثيرا ويريد أن يرجع يحاول ويحاول لكنه لا يستطيع هناك نظرية أنك على أساس أكملت حياتك في الأرض وليس هناك شيء جديد في حياتك تكسبه أو تفهمه وشيء عادي أنك تنهي حياتك بما يسمى بالانتحار هذه نظرية لا تفسر ما معنى أن الإنسان أكمله نقصد مرة أخرى هذه الكلمة بالذات كلمة أكمله أكمله ماذا؟ وكيف يقيز درجة الإكمال؟ كيف يستطيع أن يحدد الإنسان وبأي مقياس أنه أكمل أو لم يكمل؟ بأي صيغة نعرف أن شخص أكمل وشخص لم يكمل؟ وإذا فعلا هو اقتنع أنه أكمل لماذا لا يقوم الكون بإنهاء حياة الإنسان أساسا؟ الكون كون ذكي وهو يعرف هل هذا الشخص أكمل أم لم يكمل؟ فلماذا لا ينهيه الكون إذن؟ بدلا أن يقرر الإنسان أن ينهي حياته وماذا لو في حالة إذا تفاجأ بعد الانتحار أن نظريته كانت خاطئة فماذا سوف يفعل؟ بعد الانتحار أنت تأخذ ترددات أفكارك أي وعيك بمعنى تأخذ شخصيتك معك التي كنت تعيش بها على الأرض ولا يتغير وضعك بعد الانتحار بل تجد أنه قبل الانتحار كوضع فهو أفضل بكثير من وضع أي حياة بعد الانتحار الرجوع إلى الأرض مجددا للمنتحرين ليس بسيطا كما ربما تعتقدون وحتى بالرجوع فعندما ترجع إلى الأرض فأنت تبدأ بوضع لا يكون جيد حياة بعد الانتحار للمراهقين تختلف عن البالغين مع الإشارة إلى أنه المراهق بعد الانتحار يشعر بالندم كثيرا ويعرف أنه أخطاء أيضا نريد أن نوضح أيضا أن هناك حالات انتحار مثل الخوات في الموصل عندما أتت عليهم داعش ولم يجدنا خواتنا سبيل غير الانتحار بعد أن فقدوا أهلهم ووجدنا أنفسهن أسيرات داعش هذا نوع من الانتحارات فيه مرحمة الكون لخواتنا بل الكارما تكون ثقيلة على كل الذي ارتكب هذه الأخطاء والتخريب ضد سكان الموصل في حين الانتحار بسبب أمراض نفسية خفيفة أو مشاجرات عائلية أو اعتقاد الإنسان أن بالانتحار فهو يهرب أو يتخلص من مشاكله أو انتحار الإنسان بسبب قناعة أو فلسفة معينة فهذا الشخص المنتحر يشعر بعد الانتحار أنه أخطأ أو استعجل في قراره ويصاب بشعور الندم ربما تسأل وتقول ظروفي لا تطاق أبدا تعبت كثيرا سأمت من حياتي الجواب أنت لماذا تركز على الظروف؟ لماذا لا تركز على محبة الكون لك؟ لماذا لا تركز على تطوير مهارات الذكاء؟ لماذا لا تقوم بطلب الحكمة؟ لماذا لا تتصل بناس إيجابيين؟ تكلم مع الكون بظروفك أطلب الحكمة باستمرار سافر تعلم مهنة جديدة إذا عائلة غير مرتاح فيها اتركها غير أنت الظروف الظروف قابلة للتغيير إذا أنت تريد أن تتغير الظروف لا تتغير إذا أنت قمت بتكوين الأعذار ماذا لو تقول عائلتي يهجرونني أو يأذونني؟ ماذا لو تقول شخص أحبه تركني؟ ماذا لو تقول أفراد عائلتي فارقوا الحياة وأنا حزين جدا لا أستطيع أن أعيش بدونهم؟ ماذا لو تقول لا أملك سنت واحد في جيبي؟ الجواب لا نريد أن نقول لا تكترث لا نريد أن نخفف من مستوى تحدياتك ونعطيك أمل أو ترضي كلامية لكن بهذه الظروف فأنت أيضا تستطيع أن تحولها إلى فرص كل ظروف صعب يحتوي في داخله على فرص للنجاح لكن أنت لم ترى فرص النجاح لأنك تركز على الظروف نفسه وتصدقه وتؤمن بقوته عليك مثلا لو غادر أحد أقرباءك الأرض أبدأ بتعلم تجارب الاتصال بهم هناك الآن ملايين من الناس في الأرض يتصلون بأحباءهم الذين غادروا الأرض اتصالات حقيقية بالأصوات بواسطة أجهزة الإلكترونية وتليفونات وراديويات الآن هذه التكنولوجيا منتشرة في العالم وهي معروفة جدا وحتى قسم منهم أي الأشخاص الذين غادروا الأرض يأتون على شكل جسم أثيري شفاف إلى الأرض ويتصلون بعوائلهم هذه تحدث الآن وضعنا حلقات تتحدث حول موضوع الاتصال بالأبعاد العليا وناقشناه بعمق إذا عائلتك الدينية متشددة جدا معك أعرف أن الأب والأم والأخوة والخوات المتشددون دينيا ليس لهم حق عليك ليس لهم أي وصاية عليك خطط للسفر لا تعتقد أن السفر صعب لا تضع السفر إلى دولة أمر مستحيل لا تعتقد أن عائلتك المتشددة قادرين أن يفرضوا شروطهم عليك إذا شخص مرتبط معه بعلاقة وتركك تخصص في العلاقات العاطفية وأصبح خبير بها وأدرسها جيدا وأفهمها وساعد الناس الذين يعيشون هذه الأزمات العاطفية في تجاوز هذه الأزمات تجد شيئا فشيئا أن نزماتك العاطفية ممكن أن تكون ضعيفة مقارنة بالقصص الأخرى التي تسمعها بل تجد نفسك متجاوزا هذا الظروف وبانتصار كبير بل تستطيع أن تبني علاقة جديدة ناجحة كثير من الأشخاص عاشوا علاقات عاطفية سلبية لكنهم لم يستسلموا إلى ظروفهم بل على العكس حولوا هذه الظروف إلى فرص إيجابية بدلا أن يعيشوا العزلة والخوف واليأس والأسى إذا لا تملك سنت واحد تخصص بالأعمال التجارية ادرس مواضيع في التسويق ابدأ بدراسة الأفكار التجارية افهم العلوم التجارية من منطق الشخص الطالب للحكمة وليس الطالب للربح المادي نقول لك لا تقوم بهذا العمل أي فكرة الانتحار تتندم كثيرا بل أكثر مما تصفه كلمة ندم يجب أن تعرف أن الحياة مليئة بالفرص الحياة جميلة ورائعة الضغوط التي تمر فيها أنت تستطيع أن تتجاوزها بتطبيق الصلاة العلمية وباستمرار وبالقراءة المستمرة وفهم العلوم الكونية أنت تنتصر الكون يحبك والكون حريص على سعادتك وإمدادك بالفرص العظيمة حالات الانتحار التي تحدث هي تحدث بسبب قلة الخبرة وضعف الوعي عند الإنسان فهو صدق أن هناك حل لهمومه ومشاكله إذا انتحر الحقيقة أن الحل إلى الهموم والمشاكل هو فقط عندما تواجهها عندما يقوم الإنسان بمواجهتها ويتحداها هذا هو الحل وليس بالانتحار يجب أن تعرف أنك ضوء الكون وفيك كل القوة أن تنجح وتبدع في الحياة بل على العكس إذا خرجت من الأرض متحدياً ظروفك فأنت بعد الأرض تجد أن الملائكة يحتفلون بك هذه حقيقة الملائكة يحتفلون بك ولهذا حاول أن تخرج من الأرض متحدياً ظروفك الأرضية حتى ولو بنسبة قليلة من التحدي هذه الظروف التي تمر بها نقول لك لا تجعلها تخدعك أن بالانتحار فأنت تتخلص منها هذه خدعة الوعي المحدود بل عندما تخرج من الأرض وأنت تحديت هذه الظروف فأنت تجد نفسك في محطات بعد الأرض تعيش في ترددات أصفى بكثير مما كنت عليه وأنت تعيش في الأرض نناقش أيضاً لماذا الإنسان أساساً يمر بظروف صعبة أليس من الأفضل أن يضعنا الكون في موقع ليس فيه أي ظروف صعبة هناك مجموعة من الكتب قمنا بترجمتها ومناقشتها وهي كتب جداً مهمة غيرت حياة الكثير من الناس موجودة ترجمتها مع المناقشة في قناتنا أسماء الكتب هي قوتك الغير منظورة الكتاب الثاني كيف تعيش الحياة وتحبها الكتاب الثالث حصولك على أهدافك هذه الكتب هي حصيلة خبرات المفكر توماس تراورد الذي قام بتدريس طالبته جينيفا في بيرند والتي تعتبر الطالبة الوحيدة التي قام بتدريسها بمحاضرات خصوصية وبعدها جينيفا في بيرند أصبحت من المفكرات الرائدات في علوم المتافيزيكس تابعونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر